وزيارة صاحب السمو رئيس الدولة إلى باريس تحمل كل الخير لفرنسا هذا ما أكده نائب رئيس الحزب الليبرالي الوسطي الفرنسي جون جاك كورييل في حديث خاص لمراسل تلفزيون دبي محمد واموسي مؤكدا أن للزيارة أهمية خاصة سيما وأنها تأتي وسط تحديات عدة تواجهها أوروبا والشرق الأوسط كما كثير من الفرنسيين في مقدمة من الرئيس الفرنسي إيميل ماكرون نحن سعداء بزيارة الدولة هذه على ما أعتقد لم نشهد مثلها منذ قرابة الثلاثين عامة أيضا سعداء برؤية شارع الشانزلزية تزين بألوان علم الإمارات وكما نعلم فإن زيارات الدولة هذه هي أرفع زيارات البرتوكولية الرسمية التي تقام فيها مراسيم لرؤساء الدول وهي في غاية الأهمية هذه الزيارة تكتسي أهميات عدة وخصوصا وأن أوروبا والشرق الأوسط يواجهان تحديات وهذه الزيارة تحمل الخير لفرنسا من خلال توقيع اتفاق ثنائي بين البلدين في مجال الاقتصاد والمحروقات خاصة تزويد الإمارات لفرنسا بمادة الديزل ونحن نعلم المكانة الرئيسية التي تحتلها الإمارات في منظمة أوبك لذلك فالإمارات تحمل اليوم جزءا من الحل في مجال الطاقة في فرنسا